أكدت مصر والاتحاد الأوروبي عزمهما على مكافحة تغير المناخ وتدهور البيئي وتعزيز التلمية المستدامة وأمن الطاقة وتحقيق الانتقال الأخضر المتوازن والعادل كما شددت مصر والاتحاد الأوروبي التزامهما بتحقيق أهداف اتفاقي باريس للمناخ والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة في حدود واحد ونصف درجة مئوية من خلال تسريع الانتقال العادل للطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة أشار الجانبان إلى أن الهيدروجين المتجدد يعتبر مساهم رئيسيا في خفض الانبعاثات وضمان أمن الطاقة كونه فرصة لتعاون الصناعي والنمو الاقتصادي المستدام وكذلك لخلق فرص للعمل